السلام عليكم اهلا بكم حايا بالفيديو جديد. هنتعلم مع بعض فكرة جديدة لكم ازاي نعمله بتطريز ساهل جدا وبسيط. وكمان ممكن تعمله السيدر كله بنفس الغرزة دي. هنستخدم غرزة واحدة بس اللي هي غرزة عمود بلفة. وطبعا غرزة السلاسل موجودة معنا ودي اساسية. ما بنستغناش عنها. وجنبها بنعمل غرزة العمود. يا راجبنا مع بعض نشوف سهولة وجمال الغرزة. غرزة حرف البي. هنقدر نعمل بها ايه آآ للكم. وكمان ممكن تستخدمها للسيدر كمان. آآ للجاكت كله البلوزة كلها زي ما انت عايزة بتخصصيها للكم او للجاكت والبلوزة كلها في كل. نبدأ مع بعض فيديو النهاردة ويلا بينا. حنبدأ بتأسيمة الكم وهي عبارة عن ستاشر يمين وستاشر شمال. وغرزة زيادة اللي هي غرزة اللي هنعمل فيها غرزة الوسط. وبعدين بنزود كمان اربع سلاسل علشان العمود. تمام? اللي هو بداية السطر التاني. هنبدأ مع بعض آآ السلاسل. وهنعمل آآ تلاتة وتلاتين غرزة سلسلة. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. عشر. حتاشر. اتناشر. تلات manure. اربعة. احتاشر. خمسة اشيرة. سبعة. تمانتاشر. تسعة عشر. واحد. عشرين. وعشرين. اتنين عشرين. تتا عشرين. ن aguе عشرين. خمسة عشرين. استا عشرين. تبع عشرين. تمانية عشرين. سع عشرين. تلاتين. و الأ lingua تلاتين. تلاتين. تمام? بعد كده بنيجي بنعد واحد اتنين تلاتة اربعة. وهندخل نسيب واحد اتنين تلاتة اربعة وفي الخمسة هنا هندخل نعمل عمود بلفة بتاعنا. تمام? وبعدين ناخد الخيط ونعد واحد اتنين تلاتة في الرابعة هنا بنعمل عمود اتنين سلسلة ونعمل العمود. بعدين عد واحد اتنين تلاتة اربعة ونعمل العمود. اتنين سلسلة. في نفس المكان العمود. بنعمل ده لغاية لما نوصل لوسط الخرزة بتاعتنا. واللي هي بتبقى بعد آآ تلات وحدات من دول اللي هما مكتملين. يعني نعد واحد اتنين تلاتة وفي الرابعة هنا. بنعمل عمود. اتنين سلسلة. وعمود. تمام? كده الصف بتاعنا اللي هو ايمين خلص. بنيجي بعد كده نعد واحد اتنين تلاتة وفي الرابعة هنا ندخل نعمل عمود. اتنين سلسلة. عمود في نفس المكان. اتنين سلسلة. عمود تاني في نفس المكان. تمام? تلاتة كده. وبعد بعد انا واحد اتنين تلاتة في الرابعة هنا. بدخل لعمل العمود بتاعي. اتنين سلسلة. عمود تاني. بعدين واحد اتنين تلاتة اربعة. عمود بتاعي. سلسلة. عمود تاني. وبعدين واحد اتنين تلاتة اربعة. بعمود. اتنين سلسلة. عمود في نفس المكان. دول التلاتة وحدات كاملين. تمام? وبعدين باخد واحد اتنين تلاتة في الربع هنا. اللي هي اخر سلسلة. بعمل عمود سلسلة. واجي اعمل العمود تاني في نفس المكان. تمام? بطلع واحد اتنين تلاتة ولف الخيط وبعمل سلسلة تانية. وباجي في نفس المكان هنا وبعمل عمود بلف. واجي هنا في الفراغ اللي هما الاتنين سلسلة وباجي اعمل اتنين عمود. اتنين سلسلة. في النص بينهم. تمام? بعدين اعمل واحدة تانية. اتنين سلسلة. اتنين عمود. والشكل ده. اتنين سلسلة. احيان. بعدين اجي لغرزة اللي في النص اللي هي دي. وباجي اعمل في الناحية دي الاتنين سلسلة دي. نفس الغرزة عمود اتنين سلسلة عمود. وبعمل واحد اتنين تلات سلاسل وباجي هنا في الناحية التانية الاتنين سلسلة التانية في نفس الغرزة بعدين عمود اتنين سلسلة عمود. تمام? وابدأ اعمل بقى في كل اتنين سلسلة من اللي هما التلاتة وحدات بعمل الغرزة بتاعتي بشكل ده. حين. نسلسلة. عمود. واخر وحدة. من محدهات فتاعتنا. نسلسلة. عمود. باجي في اخر هنا. سلسلة في نفس المكان هنا وفي الغرزة الاخرانية بعمل عمود. بطلق واحد اتنين تلاتة اربعة وبرفل الشغل وباجي في نفس الحمود هنا في اول غرزة وبعمل عمود. تمام? وباجي برضو في نفس الوحدات بدخل اعمل اتنين سلسلة عمود اتنين سلسلة كده برضو نفس. لغرزة حرف الدي بعملها في كل الوحدات. وبيبقى الاختلاف في النص بس بنعمله بشكل مختلف. تمام? بنيجي هنا في احنا عملنا في الوحدة دي اهي حرف الدي. بنعمل برضو اتنين سلسلة وبنعمل حرف الدي برضو. وبنيجي في التلات سلسل دول بنعمل عمود اتنين سلسلة عمود. اتنين سلسلة عمود. تمام? بعدين الوحدات برضو بندخل فيها ونعمل اتنين سلسلة عمود. تمام? وزي ما عملنا الناحية اليمين بنعمل الناحية الشمال. زي ما انتم شايفين. الرسمة بتاعتنا واضحة معاكم. تمام? اجمل الناحية الشمال. انا كده خلصت الجزء اللي انا هعمله معاكم. وكبرته اكتر من دور لشان تشوفوا الشكل النهائي دي بيبقى عامل ازاي? وانتهى سلسلة وجمال. ويه بغرزة حرف الفي بس. ويه غرزة عمود بلفة. تقدر تعملي الجمال ده. شكرا لكم جدا. وكل استمتع معايا. وقالت لك كميل عشان كل الناس تستمتع معنا وكل البنات تقدر تتعلم حياة جديدة. شكرا لكم جدا واللقاء.